تصعيد مهم في المعارك الدائرة بين موسكو و كييف بعد الاستهداف الاوكراني للعمق الروسي التحول لضرب قواعد عسكرية جوية روسية بعيدة عن الخطوط الامامية في اوكرانيا فقد اعلنت روسيا تصدي دفاعاتها لمسيارات هاجمت قاعدة انجلز الجوية القريبة من مدينة ساراتوب واشارت الى ان سقوط وانفجار الحطام خلف ثلاثة قتلى ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه في اقل من شهر تتعرض له قاعدة انجلز التي تقع على بعد نحو سبعمائة وثلاثين كيلو مترا جنوب شرقي موسكو الهجوم المزدوج استهدف ايضا مطار قاعدة دياقليفيو العسكرية الواقعة في مدينة ريازان بوسط البلاد وتبعد بحوالي مائة وخمسين ميلا فقط عن موسكو مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص القاعدتان تعتبران مقر اسطول القاذفات الاستراتيجية التصديفان القدرات النووية الروسية المحمولة جوا لسيمة قاذفات تو خمسة وتسعين وتو مئة وستين وكلتاهما قادرة على حمل قنابل نووية وصواريخ كروز مسلحة نوويا في بداية غصص صدت روسيا هجوما بمسيارات استهدف اصطولها في خليج سيفستبول في شبه جزيرة القرم متسببا باضرار في احدى السفن واتهمت موسكو انذاك اوكرانيا وبريطانيا بالوقاء القوفي ورائه وكانت احدى هذه الهجمات والتي وقعت في غصص الماضي استهدفت قاعدة ساكل عسكرية روسية واسفرت عن سقوط قتيل وباتت شبه الجزيرة الخاضعة للسيطرة الروسية هدفا لتهديدات عسكرية اوكرانية متزايدة في الاسابيع الاخيرة والتحول نحو مهاجمة العمق الروسي يعتبره مراقبون استراتيجية جديدة لكييف تأتي ردا على سياسة الكريملين بشل البنية التحتية للطاقة في اوكرانيا